متحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية للجيش الجيش المصري العظيم أفاد بقيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مية غرب سينة تم الاشتباك والتصدي لهذه المجموعة الإرهابية من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة وده اللي أصفر عن استشهاد ضابط ربنا يا رب يرحمه حي عند ربنا يرزق شهيد وعشر جنود مصريين شهداء وإصابة خمسة ربنا يرجعهم بألف سلامة لأهليهم بالفعل بدأت مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سينة بتأكد قوات المسلحة على استمرار جهدها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جزوره وبقول لك هو كل اللي احنا مرينا بيه ده بيثبت الجيش مش هيسيب حق المصريين هيجيب حق المصريين هذا ليس انتقاما هذه عودة للحقوق ترجمة نانسي قنقر